اشتركوا في القناة جورج الذي كان محافظاً جورج الذي كان محافظاً لمدينة بيروت وألبير رئيساً لجمعية الصاغة في بيروت بدأ شقيقها حبيب أبي شهلا حياته محامياً ومن ثم لمع اسمه في عالم السياسة فأصبح نائباً ووزيراً عدة مرات وفي أثناء أزمة العام 1943 الدستورية عين رئيساً للجمهورية بالوكالة بعدما تم اعتقال الرئيس بشار الخوري فأصبح أصبح أصبح محافظاً لديه أصبح أصبح محافظاً لديه وليس بشار الخوري أصبح محافظاً لديه أصبح محافظاً لديه غلاديس ملكي نالت مري أبي شهلا الشهادات الجامعية وكانت واسعة الثقافة والاطلاع ألمت باللغات العربية والفرنسية والإنجليزية وأتقنتها جميعاً مما ساعدها في مرافقة شقيقها حبيب في رحلاته لتمثيل لبنان في الخارج فحضرت معه المؤتمرات والاجتماعات الدولية في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية وفي أثناء زياراتها الرسمية للخارج كانت تحمل معها همومة عدة جمعيات إنسانية لبنانية وتمكنت من تأمين الدعم المالي والإنساني للحالات الأكثر حاجة للمساعدة إضافة إلى التزاماتها العائلية كانت ماري من الأعضاء الناشطين في لجنة السيدات في مستشفى القديس جاورجوس ولسنين طويلة كما كانت عضواً فاعلاً وناشطاً في الصليب الأحمر اللبناني استخدمت بطريقة لا متناهية موقعها الاجتماعي المتميز في عدة مبادرات لأعمال اجتماعية إنسانية وثقافية واضعة نصب عينيها المصالح الوطنية للبنانها الغالي بطريقة مستشفى القديس الإنقل في اللبناني لأبدالشقه وليس في لزولية لطيفية ويزالة لأكملها المبادرة وموقعة وإزالة وزالة وسائلها ويزالة 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 اوصف ويزالة وفيقاة وليس في مدل ما دائل وموقع أولوك ومنizens قدمة عرفت عائلة سليم أبي شهلة أيضاً بتاريخها الطويل في الأعمال الاجتماعية والإنسانية فهذه العائلة تبرعت ببناء الكنيسة الصغيرة التي تقع على الباب الرئيسي لمستشفى القديس جورجوس الجامعي كما تبرعت ببناء وحدة العناية الفائقة في المستشفى من أهم مشاريع المستشفى المستقبلية هي إعادة بناء كنيسة المستشفى اللي هي على المدخل والساحة هي اللي بتوصل للمستشفى القديم مع المستشفى الجديد وهي دول رح يسميهم باسم مريئة بشهلة في العام 1993 قلد رئيس الجمهورية اللبنانية آنذاك فخامة الرئيس الأستاذ الياس لهراوي مريئة بشهلة وسام الأرز الوطني بردبة فارس تقديراً للخدمات الكبيرة والكثيرة التي قدمتها للبنان لجرأتها وتفانيها في سبيل القيم الأخلاقية الكبرى رحلت عنا مريئة بشهلة هذه المحسنة الكبيرة صاحبة الأياد البيضاء والنفس الكريمة في الخامس عشر من أيلول عام 2000 وقد عينت منفذين لوصيتها بغية متابعة تقديم المساعدة والدعم لمستشفى القديس جورجوس والمؤسسات الأخرى التابعة للكنيسة نعطباً لدينا وقلنات المساعدة والمساعدة البيضاء من المساعدة والمساعدة وقد أخبرنات بشهلة ومساعدة سكري خوري في هذا النزول هناك بالأسفل للنساعدة إلى الإجلسة هناك بالأسفل لكيسل لنظر الكبيرة من حبيب و فواد أبي شعلا التي كانت تتعامل وتعالى كل المساعدة من هذه المساعدة منها فهل أننا نعرف وعندما نعرف أنه يجب أن نعرف مرسل أدي مرسل ألياس مرسل ألياس يجب أن أليس وقال أليس أنه يجب أن يجب أن أجل أنه يجب أن أجل من يجب أن أجل المساعدة لتحديد للتعامل أنه يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن في 2008 في هذا المساعدة إضافة إلى دعمها المستمر للمكتبة أولت المؤسسة اهتمامها بالمنح الدراسية وبهدف تعزيز التميز في الأبحاث الطبية والتعليم الطبي المستمر في المستشفى قررت المؤسسة عام 2009 تقديم منحاً لأفضل أبحاث يحضرها الأطباء المقيمون هذه هي مؤسسة ماري سليم أبي شهلة مؤسسة شاملة متعددة الأهداف تعمل على تحقيق رغبات وإرادة ومحبة هذه المحسنة الكبيرة في دعم مستشفى القديس جاورجوس الجامعي ومؤسسات أخرى تابعة للكنيسة مخلدة ذكراها لسنوات طويلة بعد رحيلها